جاد هاشم، واحد ممن حرصوا على تسجيل أسمائهم في الموقع الإلكتروني الذي خصصته مصر لحصول الفئات المستحقة للقاح كورونا من كبار السني وأصحاب الأمراض المزمنة ممن تزيد أعمارهم على أربعين عاماً كي يتم تطعيمه بلقاح سينوفارم الصيني اللي خلانا أسجل في موقع وزارة الصحة عشان خاطر أخذ اللقاح بتاع فيروس كورونا ده أول حاجة عشان نتخلص من الفيروس ونقضي عليه في مصر ثاني حاجة اللي شجعني أن اللقاح الصيني اللقاح آمن حسب ما ورد في جميع الأخبار العالمية وفي مصر ووزارة الصحة أن اللقاح الصيني أأمن لقاح ونتائجه فعالة جداً فده اللي شجعني أن أخذ اللقاح في مصر هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية أوضحت أنه تم تخصيص أربعين مركزاً لتلقي المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية فيما يعبر المصريون عن ارتياحهم تجاه اللقاح الصيني اللقاحات الصينية فيها أمان والسقة يعني وكذا واللقاح بيبقى كويس للعالم كل وصول اللقاح الصيني من الصين إلى مصر يساعد المصريين على حمايتهم وتطهيرهم من مرض القورونا وبالأخص الناس اللي هي قبار الصين اللي هي عندهم أمراض مزمنة بدء تسجيل الراقبين في التطعيم بلقاح كورونا يأتي بعد أسبوع من تسلم مصر 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية من الصين العالم محتاج إلى تطعيم لكبح جماع الفيروس والقضاء على هذا الوباء وبالتالي توفير هذا اللقاح لدول العالم شيء حضاري توفير اللقاح من دولة الصين شيء مهم جدا لمساعدة مصر على منع انتشار الفيروس وحماية المصريين ورفع منعتهم ضد فيروس الكورونا سفير الصين بالقاهرة لياوليد شانج أعلن أن بلاده سوف تقدم دفعة إضافية جديدة من لقاحات كورونا الصينية تقدر بـ 300 ألف جرعة هدية لمصر من أجل دعم مجتمع الصحة المشترك للبشرية مع استمرار الصين في تقديم لقاحات كورونا لمصر سوف يتمكن عدد كبير من المصريين من الحصول على اللقاحات ومن ثم تستطيع مصر السيطرة على جائحة كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها مستقب عبدالله السجدين العربية القافرة